في الأثناء شدد الرئيس السيسي على ضرورة خفض التصعيد بقطع غزة فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعية من حصار وتجويع أو تهجير جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا وتوافق الرئيس السيسي ووزيرة خارجية فرنسا بشأن خطورة الموقف الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون تساع دائرة النزاع وفي اجتماع آخر بحث الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس محاورة ومسلوعات الهيئة وتحديث أسطولها البحرية استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيدة كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية فضلا عن التنصيق والتشور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين السيد الرئيس والرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر تطورات أبرز القضايا الإقليمية خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة حيث عرض الجانب الفرنسي رؤيته في هذا الصدد مع الإشادة بالدور المصري المحوري في التعامل مع هذا الملف الإقليمي الحيوي بحكمة ومسؤولية من مختلف جوانبه السياسية والإنسانية وتم التوافق بشأن خطورة الوضع الحالي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة وضرورة العمل على الحيلولة دون التساع دائرة النزاع فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني وقد أشار السيد الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم مشددا في هذا الصدد على ضرورة خفض التصعيد فضلا عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعية من حصار وتجويع أو تهجير وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين توافقا كذلك على أهمية العمل الدولي الحثيث نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على بيان حركة الملاحة بقناة السويس في العام المالي 2022-2023 الذي أظهر زيادة أعداد السفن المرة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق لتصل إلى حوالي 26 ألف سفينة وزيادة الإيرادات الكلية للقناة من 7 مليارات دولار في العام المالي السابق بنسبة 34.7% لتصل إلى 9.4 مليار دولار في العام المالي المنصرم ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية بانتهاء العام الميلادي الجاري إلى 10.3 مليار دولار وقد شهد الاجتماع أيضا استعراد محاور ومشروعات تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر والتي تقوم بدور أساسي في تأمين المجرى الملاحي ومعاونة السفن العابرة للقناة وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات الهيئة في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها ورفع كفاءة بنيتها التحتية وذلك بهدف تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكان المتفرد لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية بما يدعم جهود التنمية الشاملة في مصر التي تهدف لبناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين ترجمة نانسي قنقر